اليوم بإذن الله نتحدث عن نظريات الدوافع أو التطور الفكري لنظريات أو لمفهومة الدوافع وأولا نبدأ بفريدريك تايلور رائد حركة الإدارة العلمية يرى أن الأفراد بطبعهم يميلون إلى الكسل وبالتالي يحفزون عن طريق الحوافذ المادية والعالم الثاني هو ألتو ميو له اتجاه مقاير للمدرسة الكلاسيكية عموما وفريدريك تايلور على وجه الخصوص لأنه يرى أن الحوافذ المادية وحدها لا تؤدي إلى زيادة الإنتاج وإنما هناك أهمية للعوامل النفسية والاجتماعية لها أهمية كبيرة في زيادة الإنتاج تفوق أو أكثر من أهمية الجوانب المادية أو العوامل المادية التي ذكرها فريدريك تايلور ثم بعد ذلك نتحدث عن النظرية الثالثة وهي تتحدث أيضا عن الدوافع وهي سلم ماسلو للحاجات أو هرم ماسلو للحاجات الإنسانية الأساسية وذكر ماسلو أن الحاجات الأساسية هي خمسة حاجات رتبها في شكل هرم زو خمسة مستويات تأخذ شكل هرمي يتدرج من أسفل إلى أعلى الحاجات أسفل الهرم هي التي يمكن إجبعها والحاجات أعلى الهرم هي حاجات لا نهائية يعني وضع هذه الحاجات في شكل هرم قسم هذه الحاجات الإنسانية إلى خمسة أقسام أو خمسة حاجات الحاجات الأولى هي الحاجات البيولوجية وهي الحاجات الأساسية لحاجات الأكل والشرق والحاجة الثانية هي حاجات الأمن والحاجة الثالثة هي الحاجات الاجتماعية والحاجة الرابعة هي حاجات الاحترام والمكانة الاجتماعية والحاجات الخامسة والأخيرة هي تحقيق الذات وقد تناولنا بالتفصيل كل هذه الحاجات الخمسة وتحديدا تناولنا الحاجات الغير مجبعة التي تقود أو تسمى بالحاجات اللانهائية في محاضرة سابقة من هذا المقرر عندما تحدثنا بالتفصيل عن هرم ماسلو النظرية الرابعة هي نظرية الدرفل وهي لا تختلف كثيرا عن نظرية ماسلو أو سلم ماسلو باعتبار أن الدرفل يقول أن الحاجات ثلاثة وليست خمسة ولكنها نفس الحاجات الموجودة في هرم ماسلو فأولا الحاجات الفيسيولوجية والأمنية اللي هما في أسفل هرم ماسلو الحاجة للأكل والشراب والحاجة للأمان هذه سماها جمجها مع بعضها البعض وسمها احتياجات البقاء بينما الحاجات الاجتماعية اللي هي في وسط سلم ماسلو سماها بحاجات الارتباط وآخيرا احتياجات الاحترام وتحقيق الزاد وهو المكان الاجتماعي وتحقيق الزاد سماهم بحاجات النمو وهذا إذن الحاجات وفقا لماسلو وهذه الحاجات وفقا للدرفل الذي قسم الحاجات إلى ثلاثة حاجات أساسية بينما ماسلو قسمها إلى مثل ما ذكرنا إلى خمسة أقسام أو خمسة حاجات كلها متقاربة في الأهمية وبالتالي يسعى الفرد إلى إشباعها لذا لم يضعها في شكل هرم مثل ماسلو بمعنى أنه وضعها في مستوى واحد لأنها متقاربة في أهميتها أشكركم على حسن الاستماع وألقاكم في المحاضرة القادمة في درس جديد عن نظريات الدوافع وإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته